أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 تسلط الضوء على تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلي والوطني جذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الثالث لملتقى المدن الإفريقية النظيفة والذي يعقد في تونس هذا وقد أشار شعراوي في كلمته إلى أن مصر تبنت عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة